السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ضيف أنفاس نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ محمد دعلوي أهلا وسهلا بك الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بجهة ضالبيض أستاذ مرة أخرى نرحب بك أستاذ بدأ الدخول المدرسي قيل فيه الكثير في زمن كورونا ما تقييمكم لهذا الدخول في هذا الوقت يعني في زمن كورونا بصفة الدخول المدرسي والتقييم دياله ما يقدرش نقيم الدخول المدرسي 2020-2021 بطريقة المعقلنة الحكيمة الرشيدة إلا ما تتكلمناش على الموسم السابق لأن الموسم السابق كان هو اللبنة الأساسية التي نرى عليها الدخول المدرسي لموسم 2020-2021 كانت فيه اختلالات كثيرة كانت فيه معها الجائحة هذه لأنها كانت جائحة عالمية ولم يتم استثناء المغرب من ضمن هذه الجائحة المشكلة التي كان هو أننا في الموسم الماضي نقدرون نقولوا أننا نجحنا واحدة نسبة كبيرة بدك التعليم عن بعد بالطريقة اللي كانت تنزلت به وبالطريقة باش كانت شافته وانضرات له الحكومة نحن حاليا في الموسم الحالي اعتمدنا صيغة التعليم الحضوري بالتنهوب هذه الصيغة هذه تمارس حاليا في مجموعة من المؤسسات إلا بستثناءات اللي كيكون كوفيد يعني اللي كي تطبق فيها البروتوكول المشكلة في كين هو أنه عدد من المؤسسات ما محترماش شروط السلامة والويقايا كين الاكتظاد وبالأخص في التعليم العمومي كين قلة الأطور كيفاش انتم متى تشوفوا هده؟ أولا من اللي غلن هضروع على التعليم العمومي دب احنا كان زيان كان هضروع على التعليم العمومي وما شابه من مشاكل واختلالات في بداية هاد الموسم الدراسي مزيان اذا هاد الاختلالات إلا جينا نرجعنا ودرنا له واحد نوع من تقييم تنوجده على أنه كان بعض الأليات وبعض الوسائل هي ما موجوداش في المدرسة العمومية مزيان؟ بحال الأليات اللي هيك تستعمل لبلاتفورم لكينين، تيمز، جوجل ميت، زوم، إلى غير ذلك أنه كانت اعتمدات السنة الماضية الواتساب وطرق أخرى اللي كانت غير مرغوب فيها اللي التلميذ لم يستحصل ولم يحصل أي شيء في المجال التعليمي التعلومي مزيان ولكن هاد السنة هذه بالضبط الوزير باش نظرون نعطيه لكل واحد حقوق باش ما نكونوش كنتطولع على الناس الوزير شاف على أنه من خلال الموسم الماضي خدا واحد استخلصوا واحد العبراق ولقوا على أنه كانت واحد الأشياء اللي ما كانش قصة تكون واليوم دار واحد الإجراءات اللي هي ضبطات شيئاً ما العملية التعليمية التعلومية بهذا الوسائل اللي هو تمات دبا هات السنة في المدرسة العمومية وأكيد على ذلك على أن الأستاذ خصو يلقي الدرس دياله ما هو القسم ما شي من البيت دياله أو المنزيل دياله لأنه شابت هذه العملية عدة أشياء اللي ما كانش مرغوب فيها مزيان؟ ما ندخلوش في التفاصيل اليوم اليوم هاد الأستاذ تلزم عليه على أنه والحصة دياله خصوها تكون ما القسم للتلميذ إذا كانت تعليم عن بعد وبدأنا في الموسم الدراسي لأن الضربة كانت استثناء ما كانش قاعدة كانت استثناء نظراً المشاكل اللي عرفتها بالكترة ديال الإصابات والكترة ديال الارتفاع الإصابات وارتفاع الحالات الوبائية في منطقة الضربة السلطة لغاية باش نوضحه مزيان للمشاهده هو أنه هذه العملية يعني التعليم عن بعد يعني تم احترامها في جميع التعليم الحضوري بالنسبة للأساسي ده يعني استعمال هذه الوسائل المتطورة وهذه البلاتفورم وهذه الأمور هذه التقليات اللي يتلقين واش كانت متوفرة في جميع المدارس العمومية مع العلم أننا تنعرفوا مدارس أهنف في جهة الدار بالدار ما فيهاش الماء ما فيهاش عنده مشاكل ما بنية تحتية ضعيفة كيفاش أنه وفروا هذه الإمكانيات اللي تحتاج وحد المجهود كثير وتحتاج إمكانيات كثيرة واش هادشيكين واقع لأنه عدد من النقابات احتجات وقالت الله راه هادشي هو مفرش عدنا ضعف المواليد البشرية وعدنا ضعف المواليد الديداكتيكية بهذا المعنى لا صحيح وبالنسبة لهذا الأشياء اللي كنا تقول على أن قلة الوسائل هي قلة الوسائل هي منعدمة والدليل على ذلك قلة لا لا قلة قلة أنا لا أقول منعدمة لأن الأستاذ عنده طامير حي دي المدرسة العمومية وكان دائما يضحي ولا زال يضحي اليوم لأنه يقتاني الأدوات يقتانيها من ماله الخاص مش يكونوا واضحين مزيان وهو ما يمكنش له بضامير حي خليني من هاد الناس هادو اللي كنشوفهم اليوم كين واحد القلة ياك من الناس اللي ما عندهمش ضامير ولكن الأكتارية ونجبدوا واحد واحد الفئة اللي هي تقريبا تمييزات في واحد الفترة موعيانة في أيام أتبوكم أخ هم ضحايا سلمين سبعة وثمانية اللي دا قربوا كلهم يمشوا للتقاعد اللي الدولة ما نصفتهمش بزيان هاد الأستاذ هذا اللي قلتي موارد المالية والوسائل الديدكتيكية والوسائل اللي هي تكنولوجيا يقتديها برغبة وبصدق وبشغاف لكي يؤدي رسالته أحسن أحسن من ما يتصوره الكثيرون إذن هنا أرجع لك للسؤال اللي هو مطوح هو أن هاد الفئة الكثيرة لأن الدولة النورمال مخصة يخصت وجد لهم الوسائل وخصت الدرافة بداية الموسم قبل ما يبدأ الموسم الدراسي عارفة القلة دي الموارد اللي هي مثلا لأنك عارفوا التعليم عن البعد خصوح الوسائل اللي هي تقريبا تكون تكون هادفة ومتمرة وكتوصل الرسالة للتلميذ أو التلميذة ولكن كان صبيب ضعيف وكانت ما عندوش ما عندوش ما عندوش لانترنت ما عندو لحاسوب لانترنت لاتشي حاجة هادشي غايتخنى الوحيد الاشكالي أخرى وكترحوا هذا مجموعة من الناس اللي عندو مغيرها للتعليم هو أنه نفتقد الإقلاع رقمي حقيقي داخل القطع مع العلم أننا الوزارة بدأت في هذه المخططة ديال الإقلاع الرقمي من 2006 وحاليا ما استطعناش في ظل هذه الأزمة اللي بغينا نقوله تفضحات هذه البراميج بان بأننا ما عندنا والو وش هاد الأمر هذا تتفق معه الطرح او لا تتفق شواء أنا نشي معك بعد من ذلك دب هذه الحكومات دب هذه الحكومات دب الغريف الأمر وأن هذه الحكومة هذه البائيسة الميؤوسة اللي أنا بالنسبة لي جميع الحكومات اللي دازوا تعقبوا على المملكة من هارلي ليش دينا الاستقلال إلى يومنا هذا هذه الحكومة الوحيدة اللي كيبلي فيها بزاف ديال الاختلالات وبزاف ديال الأشياء اللي هي تقريبا اليوم تنخطط مخطط وغدانا كنتراجع عليه او كنتفادا إذن أنا هذا الحكومة هذه يعني الاختلالات التي يعيشت تعليم مرة تراكمات ع سنوات ماشية تلدى بعد جاته ومالتي انت حضرت لي على الرقمانة وقدرنا على الوسائل وقدرنا على زياد إذا ما الذي نريد برمجة يوجد مثلا لظروف كورونا مزياد أنا كحكومة ماهو سنوات نقتطع من الأجور ديال الموضة فين المسألة السهلة نحبس ترقيات نقص من الميزانية التعليم لا اهتموا بالمجال التعليم العمومي ونمشي نهتمعير بالقطاع الخاص ودبرها لا قطاع خاص ولا قطاع عام بجوج بش نكونوا واضحين مازياد وبيين بيين بيينة كورونا على أن دابة الواجهة الوحيدة ورادكرها الوزير قال لك على أنه بالنسبة مثلا بالنسبة للتعليم عن بوعد أو التعليم الحضوري لا سيما في مدينة الضربضاء هو أن ركا تبقى الصلاحية للأب خصي عمار استماره وخصي رغبة دياله إذن ما بقتش رغبة ديال الإدارة أو الناس مسؤولين أو الحكومة تدخل ويتلقى لنا واحد الحل إذن ما استطاعوش أنهم يبقوا حلول وخلاوا الكورة لحوال من الأب وولي الأمر هذا كيبين ضعف ديال هاد الحكومة وافتخذ القرارات ديالها صائبة والسليمة لإنجاح واحد المهام لأنك نشوفوه المالك سيدنا الله ينصروا على أنه من اللي يبدأ الوباع أرى كنوالي كنتدخل أرى كون ما تدخلش كون كانت كاريتا عظمى اليوم إحنا كننجدون نفسنا في مدينة الضربضاء أننا غادي الأمر وغادي كتطور بواحد المنحة خطير إذن شنو خصنا نديرو سنكتفو الجهود لأننا درام غريبنا هذا أبغينا ولا أكررنا شنو خصنا نديرو أرى كيف كان بغي ولدي وتن بغي نمي وتن بغي أختي وتن بغي أخي وتن بغي أخي هذا غا يحيلنا السؤال الأخير هو أشخصنا نديرو نتفاعل نقابي ولد الميدان يعني شنو المقترحات في نظرك لأننا نتجاوزوا هذه المرحلة هذه ونحاولوا نديروا واحد النهوض بالتعليم لا العمومي لا الخاص بكل شيء يعني شنو مقترحات تبلك أنا عندي بزرد المقترحات من دين المقترحات أنا أعطيك أنا ألا غادي أعطيك بشكون معك واضح خصنا نبسطو الأمور كيف كانت في الفترة ديال بوكم أخ من اللي بدينا احنا وشدين الاستقلال أرى أقع الناس اللي تقريبين اللي شدين المراكز اللي هي حساسة أرى دازوف تعليم العمومي مزيان الكفاءات دازوف تعليم العمومي مزيان إذا كانت ديك الطرق البسيطة الوسائل اللي كانت تستعمل فهذه البداية ديال المواسم الدراسية ديالنا في التعليم العمومي أرى كانت وسائل بسيطة غير معقدة وكانت كتعطي نتيجة مزيان اليوم كترنا بزاف وبدينا كنجزئه في الجهات هذا الجهة أخصى واحد المنهاج وهذا الجهة أخرى أخصى منهاج آخر وهذا المناعج اليوم أنا كنسكون في الضربضة وغدبيت نسكون أنا في طنجق أنا اديت واحد الحامولة هزيتها معايا من مدينة الضربضة وغدبيت نسكون في طنجق سألقى واحد الواقع آخر ماشي المغريب إذا جزئنا المغريب ولينا كنلقوه نفسنا مبقيناش في المغريب النافع المغريب ديالنا اللي اخصنا اللي تقريبا كانت واحد الخريطة ووحده وليوم أصبحنا نفتارق في ملتقى طرق ولا نجد أين نذهب ومن أين نذهب وإلى أين نذهب هذا هو الإشكال المطروح ثانيا نمشي معك بمسألة أخرى أن الناس دي التعليم هو من اللي يخصهم يباشروا لا في المناهج ولا في البرامج الناس الأطور الطربوية مفتيشين عدنا مفتيشين علش كنستنيون المفتيش علش شنا هو المفتيش كونا هو المفتيش وهو السيد اللي هو متمكين من العمل دياله الطربوي وهو اللي عارف النواقس وعارف المشاكين وهو اللي غلجوا ليه باش يعطينا الحلول الناجعة باش يمكننا نطوره المستوى التعليمي التعلمي كان نبدوه هاد السيد هذا نمشيوا الأطور الإدارية هاد الأطور الإدارية هما اللي مرصين المؤسسة هما اللي وقفين على المؤسسة مزيان هما الذين يصهرون على تسيير وتدبير المؤسسة التعليمية وناجحين فيها مازيان ما كنعطوهمش حقهم ولا نستوفي حقه مزيان نمشيوا الأطور الطربوية الأساتذة اللي من النهار كيدخل القسم هو وقف على رجله حتى كيخرج لم ينصف لم يتم إنصفوه إذا هاد المسائلية مو منهجة وما بغوش التعليم يمشي للتعليم اللي هو احنا كنتمنى وكاملين ونرغبو فيه ياك واللي كيضيع فيه هما الأبناء دينا دوك الناس الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة مستر على بسطر أحمر نعم أستاذ العلوي شكرا جزيلا باسمكم مشاهدنا الكرام نشكر محمد العلوي الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم جهة ضل بيضاء أستات شكرا جزيلا أستاذي شكرا لك وإلى اللقاء في حلقة جديدة